بتاع الاهل الستة واحد كرروا الوداد المغربي الوداد أحد فرق التصنيف الأول تخطى هارت سوفوك الغاني صفر واحد برة وجف ملعبه كسب ستة واحد الاهلي واحد واحد برة وجف ملعبه كسب ستة واحد طب إيه اللي هيحصل دلوقت؟ أنا ليه بقول لكم الاهلي أول الأوائل الفرق اللي اتأهلت دلوقتي لدور المجموعات الاهلي في التصنيف الأول مش بس في التصنيف الأول ده أول الأوائل الفرق الأربعة اللي هيبوا على رؤوس المجموعات هم أعلى تصنيف الاهلي أولهم بـ 78 نقطة الترجي التاني 65 نقطة والوداد 63 والرجاء 54 يعني الاهلي مش هيقابل أي فرقة من الفرقة التلاتة في دور المجموعات هيتحط الأهلي مجموعة الترجي مجموعة الوداد مجموعة الرجاء مجموعة ثم تيجي تعمل أرعة بين فرق المستوى التاني ترمي كل فرقة على فرقة من الأربعة الأوائد المستوى التاني الزمالك برصيد 47 نقطة سانداونز الجنوب الأفريقي 46 نقطة حوريا كونكري الغيني 38 والنجم الساحلي 36 يبقى الزمالك وسانداونز والنجم وحوريا الأربعة هيتوزعوا بالأرعة على وأربعة ممكن أحد فيه كان يبقى تصنيف أربعة وقال التصنيف التالت هترمي برضو واحدة من الهلال السوداني اللي عنده 21 نقطة وبالأزداد الجزائري اللي عنده 15 وبترو أتلتكو الأنجولي اللي عنده 14 ونص واصطيف الجزائري اللي عنده 13 يبقى الهلال وبالأزداد وبترو أتلتكو واصطيف الجزائري دوله المستوى التالت المستوى الرابع المريخ السوداني عنده 7 نقط أمازول الجنوب أفريقي ده فريق جديد بدون الرصيد جالاكس البوتسواني اللي تأهل على حساب سنبا التنزاني دي كانت أكبر مفاجأة في الدور ده وساجرادا الأنجولي أيضا بدون الرصيد يبقى المريخ وأمازول وجلاكسي وساجرادا دول هيتوزعوا كمستوى رابع على الأربع مجموعات طب الأرعة إمتى؟ القرعة هتبقى 23-12 إن شاء الله الكاف هيعمل القرعة في 23-12 عشان يبدأ دور المجموعات بعدها يكون كل مجموعة فيها أربع أندية وحيتأهل أول وثاني كل مجموعة وحتتعب دور المجموعات فبراير هو طبعا أقولك حاجة المفاجأة الوحيدة في دور الـ 32 كانت خروج مازنب يعني خروج مازنب وخروج سنبا التنزاني يعني مش مفاجأة جامدة قوي عشان اللي خرجوا آه آه فريق جديد آه فريق جديد لكن يعني حاجة غريبة جدا كمان النتيجة غريبة ده فايز اتنين برا هيعمل ايه تاني عشان يسأهل يعني يعني كل المطلوب منه ده يخشش فيه جون بس في ملعبه ده يروح مجلوب في ملعبه 3-1 يتغلب 3-1 يعني لو تعادل 2-2 داخل لو كسب 3-2 داخل لو تعادل 3-3 داخل ما يخسرش 3-1 بس مازنبي يا جماعة ومازنبي فريق عنده خمس ألقاب يعني من أعرق فرق القرة ويمكن الاسم عشان الناس بدأت دولات تقول مازنبي ما بتقولش بقية الاسم اللي فيه الأنجلبير ده الأنجلبير اللي الإسماعيلي خد منه أول لقب في تاريخ الأندية المصرية ورأيسه أغنى أغنياء أفريقية صحيح فمازنبي فريق عريق زي الكونغو الدموقراطية يمكن تغيير الأسماء قللت من القيمة عند الناس يعني الناس بتتكلم عن الكونغو الدموقراطية محدش واخد قال له ان دي زئير اللي راح تكسل عالم 74 بعد ما خدت بطولة الأمم الأفريقية مننا هنا في القاهرة في مباراة غريبة زئير هي الكونغو الدموقراطية ومازنبي هو الأنجلبير اللي ودع هذه البطولة بغرابة شديدة جدا كانت واحدة من أهم المفاجآت لأنه كمان خرج على يد أمازولو الجنوب الأفريقي حديث العهد تعادله 0011 وخرج مازنبي من السباء الأفريقي الكونفدرالية قال لكم المهندس ترجمة نانسي قنقر